النهاردة نابولي بيتعرض ليه الهزيمة الأولى ليه في الدوري النهاردة أمام ميلان شايف أداء نابولي شكل عامل إزاي بشكل عام ممكن نابولي كانت خسارته النهاردة ممكن تكون مفاجأة لناس كتيرة خصوصاً أن نابولي 15 مباراة على التوالي بدون خسارة كان متصدر الترتيب بفرق 8 نوقات عن أقرب منافس للي هو ميلان وكان بدل الموسم بشكل مثالي جداً سواء على مستوى الدوري الإطالي أو الدوري الأبطال فكل ده كان معزز فرص وحزوز نابولي حتى الأرقام كانت بتقول أن ما فيش فريق ما تعرضش الخسارة أو 15 جولة للدوري الإطالي إلا وكسب الموسم في النهاية وكان ده حصل الأربع مرات قبل كده والأربع ليوفينتوس والأربع ليوفينتوس حسب اللقب في النهاية فكان دي كل دي مؤشرات بتقول أن نابولي بدأ الموسم بشكل خرافي وشكل ممتاز جداً على أكس اللي كان المتوقع منه فبالتالي خلاص نابولي داخل المباراة النهاردة وهو ليه اليد العليا قدام إنتر إنتر النهاردة داخل مدعوم بقى بعودة رمولي لوكاكو بعدد كبير من اللاعب اللي موجودين يمكن برضه كان غياب مرسولو بروزوفيتش مؤثر بس وجودها كانش اللي هنجله لعب خط روستو يمكن صنع ألعاب بس النهاردة لعب صنع ألعاب متأخر أو لجستة زي ما جلوه في إيطاليا فكل ده ساعد أن إنتر كمان أن هو يلعب الكرة الهجومية اللي هو كان عايزها ولعب أن هو استفاد من المشاكل الموجودة في ادفاع نابولي خصوصاً على مستوى الظاهرين الظاهرين إنتر سواء ديماركو أو سواء حتى لشان أقاسر في نسية الاسم بس ظاهرين إنتر بالنهاردة عملوا مباراة ممتازة جداً على مستوى الهجومي ظهروا بشكل ممتاز جداً وكانوا يسجلوا أكتر من هدف في شوط الأولاني ممكن دايعه فرصتين كل واحد فيهم في الشوط الثاني لأ كان درميان بقى أو ديماركو اليوم يدوا القولي خصوصاً على مستوى الأطراف فكل ده ساعد إنتر في نوع يبسط سيطرته وديماركو هو اللي صنع الهدف لديزيكو فده كل ده ساعد كمان دفاعياً إنتر كان أفضل بشكل واضح جداً النهاردة أي لعيب من نابولي كان موجود في الشوك الهجومي كان قدامه على الأقل لاعب أو اتنين من إنتر فكل ده كان بيكسر فرصة أن نابولي يعمل هجمات منظمة أو هجمات قوية وسريعة زي ما كان متعودين على اليوم في بداية الموسيقى طيب يعني مع انتهاء الجولة دي في الدوري الإيطالي عندنا نابولي، انتر ميلن، يوفينتوس وإيس ميلن ترتيب الدولي الإيطالي شايفوا إزاي وتقارب الأندية في النقاط ما بينهم تانين فرق نقطتين أو بخلاف نابولي فرق خمس نقاط عن الثاني هو نابولي كان خلاص وسع الفارق بشكل واضح قوي قبل كاس العالم وثمان النوقات ده كان فرق مريح فهذا الغاية للنهاردة برضو يتبعد رغم الخسارة يديله أريحية لكن على النحية الثانية ميلن النهاردة بالمكسب بتاعه الصبح كان مرضو زود الضغوط على نابولي بقى الفرق ما بينه وبين نابولي خمس نقط نابولي لسه بعد الجولتين عنده يوفينتوس فهتبقى برضو مباراة قوية على نابولي لو خسرها هتقلل الفارق أكتر لو ميلن قدر يستفيد يوفينتوس نفس الكلام في المركز الثالث سبعة مطشاط على التوالي بدون خسارة سبعة مطشاط من دون من بيستهيب الأهداف انتر برضو بدأ يفوق خصوصا بعد فوزه على برشلونة في دور الأبطال تحس إن الفريق حد الزخم وبدأ يفوق مع هذه الخسارة للفارق الكبيرة اللي كان متعرض لها في قبل كاس العالم فكل ده ساعد إن الدور الأيطالي أو العوناصر متقربة أو الفرق كلها متقربة في جدوى للترتيب نابولي يمكن اللي فريق شوية لكن مع خسارة النهاردة أعتقد إن الدنيا أو الأضاع فيه جدوى للدور الأيطالي هتبقى مختلفة في الفرق الجاية عظيم جدا